السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات أحية طيبة لكم يوم الأحد العشرين من شهر مارس 2022 أهم أخبار ألمانيا آسف أصدقائي يوم أمس لم أقوم بعمل فيديو لأنه أخذت يوم أمس للراحة وهذا اليوم قررت أن نرجع مجددا لعمل الفيديوهات الإخبارية من مصادر موتوقة كي تكون دائما على معرفة بكل شيء لنبدأ أصدقائي بأهم الأخبار وزير الاقتصاد الألماني السيد هابك من حزب الخضر بدأ جولته في بعض الدول العربية التي ترغب ألمانيا التعاون معها والاعتماد عليها من أجل نقص التباعية للغاز والنفط الروسي ويتواجد وزير الاقتصاد الألماني الآن في دولة قطر وقال السيد هابك أن قطر تعتبر الآن الباب للاقتصاد الألماني وترغب ألمانيا شراء الغاز القطري المسال المشكلة الكبرى حاليا لدى ألمانيا أنها لا تتوفر على موانئ لتكرار الغاز المسال لذلك ممكن بالبداية الاعتماد على دول أوروبية جارة لألمانيا مثل هولندا التي يمكن أن تستقبل البواخر المحملة بالغاز المسال وبعد ذلك تقوم هولندا عبر أنابيب الغاز التي تربط بين هولندا وبين ألمانيا بمد ألمانيا بالغاز الذي سوف تشتريه ألمانيا وألمانيا سوف تقوم بالإسراع بإنشاء ميناءين شمال ألمانيا لاستقبال الغاز المسال تقريبا موانئ الغاز المسال توجد تقريبا بجميع الدول الأوروبية سوى ألمانيا التي هي أقوى اقتصاد في أوروبا رغم ذلك ألمانيا لا يوجد فيها أي ميناء متخصص لاستقبال الغاز المسال لأن ألمانيا كانت دائما تعتمد على الغاز القادم من روسيا الذي كان يمر إما عبر البحر مباشرة من روسيا إلى ألمانيا أو الأنابيب الأخرى التي كانت تمر عبر أوكرانيا أو عبر بولندا عبر بيلاروسيا إلى آخره لكن ألمانيا الآن بسبب الضغوط التي تمارس عليها ترغب بنقص التبعية للغاز الروسي وترغب الآن بتدارك الأمر وإنشاء ميناءين وأيضا سوف يقوم وزير الاقتصاد الألماني السيد هابك بسفر إلى الإمارات العربية المتحدة والتشاور مع دولة الإمارات حول بناء شراكة اقتصادية كبرى بين ألمانيا وبين الإمارات بخصوص النفط والغاز إضافة إلى مادة الهيدروجين الأخضر الذي يستعمل بالتاقة النظيفة ألمانيا ترغب الآن الاعتماد على دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج الهيدروجين وبعد ذلك تحصل عليه ألمانيا من الإمارات نمر أصدقائي إلى موضوع آخر بخصوص قضية ارتفاع سعر البنزين والديزل لا تزال الحكومة الألمانية لم تتخذ أي إجراءات لوقف الغلاء الحاصل حاليا في ألمانيا ما زلنا نرى بأن الديزل والبنزين تمنهم مرتفع جدا ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لمساعدة الطبقة الفقيرة والمتوسطة وكل ما يوجد حاليا هي فقط اقتراحات أصدقائي من يلاحظ الإعلام الألماني أو من يلاحظ الأحزاب الألمانية يلاحظ بأن هناك تنافس بين الأحزاب الألمانية كأننا نوجد في حملة انتخابية لحد الساعة كل حزب يحاول أن يقترح مقترحات كيف يمكن أن يخفضوا تمنى البنزين وتمنى الديزل لكن هل نحن فعلا أصدقائي في حملة انتخابية بين الأحزاب؟ نعم أصدقائي نحن الآن في حملة انتخابية بين الأحزاب فهذه السنة توجد انتخابات مهمة جدا انتخابات برلمانية للمقاطعة الألمانية أول انتخابات ستكون يوم السابع والعشرين من شهر ثلاثة الفين واثنين وعشرين انتخابات مقاطعة زارلاند وتنافس كبير بين الأحزاب لحكم هذه المقاطعة هذه المقاطعة الآن يحكمها حزب تسي دي او لكن حزب اس بي دي يرغب بإسقاط الحكومة هناك ويرغب حزب اس بي دي أن يشكل الحكومة ويحكم المقاطعة بعد ذلك يوم تمانية خمسة الفين واثنين وعشرين توجد أيضا انتخابات جد مهمة بمقاطعة شليس فيك هولشتاين التي يحكمها حزب تسي دي او وحزب اس بي دي يرغب أيضا بالحصول على الأغلبية في هذه المقاطعة فهناك صراعات بين الأحزاب أيضا أهم انتخابات في ألمانيا ستكون يوم خمستاشر خمسة الفين واثنين وعشرين بانتخابات مقاطعة شمال الرين فيستفالن أكبر مقاطعة من ناحية عدد السكان في ألمانيا يحكمها حزب تسي دي او حاليا وحزب اس بي دي يحلم باسترجاع الحكم مجددا فهناك صراع كبير بين حزب تسي دي او وبين حزب اس بي دي لحكم هذه المقاطعة وبطبع الحال صراع كبير بين جميع الأحزاب للدخول في الحكومة وهناك انتخابات يوم التاسع من شهر عشر الفين واثنين وعشرين بمقاطعة نيدا زاكسن التي يحكمها حزب اس بي دي ويحلم حزب تسي دي او بإسقاط الحكومة هناك وأن يكون نصيب الحكم لحزب تسي دي او لذلك يوجد صراع إذن كما تلاحظون هذه سنة الانتخابات ونعرف أصدقائي بأنه من يحكم المقاطعات يسيطر أيضا على السياسة الخاصة بالحكومة لأننا نعرف بأن ألمانيا يوجد فيها البرلمان الذي يسمى بوندستاغ وأي شيء يقره البرلمان الذي يسيطر عليه دائما أو تسيطر عليه دائما الأحزاب التي تشكل الحكومة لكن جميع القرارات التي يقرها البرلمان يجب أن تتجه إلى مجلس المستشارين بوندستغاط وهنا بمجلس المستشارين بوندستغاط يسيطر عليه أو تسيطر عليه الأحزاب الحاكمة بالمقاطعات لأن هنا يجلس رؤساء وحكام المقاطعات يعني أي قانون يتم عمله بالبرلمان يمكن أن توقفه المقاطعات إذا لم يعجبها القانون لذلك مهم على الأحزاب أن يسيطروا على البرلمان ويسيطروا أيضا على مجلس المستشارين نتمنى أن يكون التركيز أيضا من عند الأحزاب الألمانية بقوة في إيجاد حلول سريعة للمشاكل الحاصلة ولا يكون هناك فقط صراعات وتنافس بينهم أصدقائي نعود الآن مجددا إلى نقطة البنزين والديزل وما هي آخر المقترحات هناك مقترح نعرفه من عند حزب FDP الليبرالي الذي اقترح من عند وزير المالية اقترح بأن الأسعار تبقى على ما هي عليه وعندما يذهب الشخص لعمل البنزين والديزل ويدهب إلى دفع السعر الدولة يحصل على تخفيض 20 سنت 30 سنت أو 40 سنت للتر الواحد وبعد ذلك تانكشتيل تتواصل مع مكتب الضرائب وتحصل على ذاك المبلغ قالوا له هذا المقترح صعب تطبيقه ومستحيل تطبيقه وسوف يعمل كاوس ولخبطة بالأمور فاقترح الآن حزب SPD الاشتراكي أصدقائي مقترحا جديدا اسمه مقترح موبيليتيتس جيلد وموبيليتيتس جيلد يعني بأنه كل شخص يعمل يحصل على 50 يورو إضافة شهرية ومرتب شهري إضافي وهذا المرتب الشهري يحصل عليه من عند صاحب العمل وصاحب العمل سيحصل على تخفيضات ضريبية والآن بدأ النقاش حول هذه المسألة وجاء أيضا مقترح ثالث من عند حزب CDU الذي يوجد بالمعارضة الذي قال لهم لا تعملوا هذه الأمور خفضوا الضريبة من 19% إلى 7% لكن على حسب الصحف الألمانية فإن المقترح الذي جاء من عند حزب SPD الذي يسمى موبيليتيتس جيلد بدأ الآن النقاش عليه عند الحكومة يعني عند حزب SPD حزب FDP الليبرالي وحزب الخضر بدأوا الآن يتكلمون عن المقترح ويقولون بأنه ليس الكل سوف يستفيد من هذه المنحة يقولون بأن من مرتبهم أقل من 2000 يورو سيحصلون أو سيرغبون بإعطائهم 50 يورو زيادة للمرتب شهريا لتغطية تمن البنزين والديزل من مرتباتهم أقل من 3000 يورو شهريا يحصلون على 30 يورو شهريا زيادة من مرتباتهم أقل من 4000 يورو شهريا يحصلون فقط على 20 يورو زيادة من مرتباتهم عالية بكثير لا يحصلون على شيء يعني الأغنياء أو من مرتباتهم كبيرة يقولون لهم بأنه أنتم ادفعوا وتحملوا تمنى البنزين والديزل أصدقائي وقالوا إذا هذا هو ما يناقشونه ليس قرار متى يبدأ لا يعرف هل سيقبلون به أيضا لا يعرف وإذا طبقوا يمكن أن يطبقوا فقط لثلاثة أشهر أصدقائي فهذا هو المقترح إذن ألمانيا ما زالت فقط الأحزاب تقترح نتمنى إن شاء الله بأن يسرعوا بتطبيق مقترحاتهم وأن يجدوا حلولا يستفيد منها جميع الشعب الألماني دون حرمان أحد أصدقائي الآن أصدقائي سنمر إلى موضوع آخر أعلنت الشرطة الألمانية أنها ستقوم بزيادة تواجدها بمحطات القطارات التي يصل لها اللاجئون الأوكرانيون وأعربت وزارة الداخلية الألمانية أنها ترغب بحماية اللاجئات الأوكرانيات من التعرض إلى التحرش أو إلى مضايقات من عند بعض الرجال الذين يحاولون استغلال الوضع والبحث عن النساء الأوكرانيات ومحاولة إقناعهم والكلام معهم وإدخالهم مثلا أيضا في مهنة الضعارة واستغلالهم جنسيا وقالت بأن وزارة الداخلية بأنها ستكون حازمة وسوف تراقب الأمر وسوف تعاقب من يعمل هذه الأمور ووصل عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين دخلوا إلى ألمانيا الآن إلى 207 742 لاجئا ويتوقع أن يرتفع عدد اللاجئين بشكل كبير بالأيام المقبلة بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا واستمرار القصف الروسي للمدن الأوكرانية الكبرى وأيضا بسبب أن دول مثل بولندا لم تعد عندها بالمستقبل الإمكانية الكبيرة لاستقبال أعداد هائلة من اللاجئين بولندا استقبالت لحد الساعة 2 مليون لاجئ أوكراني لذلك يظنون بأن مجموعة من اللاجئين الآن يمكن أن يمرهم إلى ألمانيا هناك أيضا مطالب بالإصراع والتعاون مع دول أخرى مثل بريطانيا مثل كندا ومثل أمريكا التي لم تستقبل سوى عشرات من اللاجئين وهناك مطالب تقول بأن هذه الدول كندا أمريكا وبريطانيا يجب أن ترسل طائرات وهذه الطائرات تستقبل وتحمل اللاجئين هناك كي تخفف على دول أوروبا الشرقية أو على دول أوروبا الغربية أصدقائي بدأت أيضا الشكوك حول جدية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهل فعلا هذه المفاوضات تسير بالطريق الصحيح لوقف الحرب وإنقاذ أرواح الناس أم أنها بطيئة جدا ولا أحد من الأطراف يرغب الآن بالتنازل قليلا للأسف لا توجد تنازلات كل دولة متمسكة لحد الساعة برأيها ومقترحتها وهذا للأسف يطيل أمد الحرب ويزيد من القتلى ويزيد من التهجير ويزيد من الفقر ويزيد من ارتفاع الأصعى نتمنى بأن الأطراف الأوكرانية والأطراف الروسية أن تتنازل شيئا ويصلون إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف لوقف سفك الدماء ووقف هذه الحرب ووقف تهجير الناس ووقف ارتفاع الأسعار التي تؤدي الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة فأوكرانيا روسيا تطلب من أوكرانيا التخلي عن جزيرة القرم شبه جزيرة القرم التخلي عن شرق أوكرانيا والتخلي عن الانضمام إلى حلف الناتو وأيضا تطلب منها تقوية اللغة والتقافة الروسية داخل أوكرانيا أوكرانيا تطلب من روسيا تقبل بأن أوكرانيا دولة حرة ودولة مستقلة وأن أوكرانيا وشعب أوكرانيا لهم الحق في اختيار ما يشاءون وأنهم لا يرغبون الوصاية الروسية وأوكرانيا تطلب أيضا من روسيا عدم التدخل بالسياسة الداخلية والشأن الداخلي لأوكرانيا وتطلب أيضا أوكرانيا من روسيا الانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي نتمنى إن شاء الله أن يجدوا حلولا سريعة وسطية ترضي الطرفين وتتوقف هذه الحرب نمر أصدقائي إلى الحالات سجلت في الـ 24 ساعة الأخيرة 131.792 حالة وتوفي 49 شخصا عدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة 178.7 كانت هذه أهم أخبار ألمانيا أوروبا والعالم شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء